موكب أعلى من مهيب تبعه قرع الجرس الأول بعرض عسكري وبدني وموسيقي هكذا احتفل طلاب مدرسة كياب الداخلية كاديتسكي كوربوس بيوم المعرفة الاحتفال يعني لنا الكثير لأن اليوم هو الأول من سبتمبر ومن أجله استعددنا جيدا وفي الصباح نفذنا بروفا بعد العرض الرسمي تعقد جلسة تصوير سريعة انتقلنا إلى الصف الثامن وأنا متحمسة جدا لكننا حزينونا على انقضاء العطلة الصيفية هل أحببت الاحتفال؟ نعم بينما كان تلميذ الصفوف الابتدائية يتلقون دروسا تمهدية في الصفوف جرى ترتيب مسابقة للطلاب الأكبر في الخارج تنافست فيها الفرق في معرفة التاريخ واللغة الإنجليزية يجب تذكر كثير من الكلمات لأنها نسيت خلال الصيف في الساحة أمام المدرسة الثانوية جرت تدرب على الرقصات الشعبية والكلاسيكية كما نظمت الفرق مسابقة رياضية متنوعة منها القفز ولعب الكرات والجنباس المهام المطلوبة ممتعة حقا تركز على اختبار التدريب البدني لكل صف لتظهر هل تحسن خلال الصيف أم لا الغرض هو خلق الانضباط العام خلال العملية الدراسية وإضافة للتدريب البدني هناك اهتمام بالعلوم الحديثة واللغات الأجنبية وهذا العام وللمرة الأولى سيبدأ بتدريس مقرر دراسي جديد هذه مدرسة معدة لتربية الدبلوماسيين الشباب سنحاول تزويدهم منذ الصغر بالمعرفة وبعض مهارات اللباق الخاصة والبروتوكول الدبلوماسي والأداب الدبلوماسية يجري احتساب كل التفاصيل والدرجات من أجل إجراء التقييم النهائي والذي ستثبت نتيجته في الشهادة الثانوية العامة